انتقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مارك بومان وذلك للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من الدعم الفني المقدم من البنك خلال النصف الأول من العام الجاري وقال زكي إن إطلاق المرحلة الثانية من التعاون مع البنك يأتي بهدف تنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد قاصة فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين من جانبه أكد المسؤول الأوروبي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت مثلا في كيفية تسريع عملية طرح الخدمات الرقمية خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا